الناس اللي بتتابع القناة بشكل مستمر بتعرف انه نظام الملفات او الفايل سيستم المفضل بالنسبة لي هو بتر اف اس بفضل ميزة السناب شات فخلينا بهذا الفيديو نحكي عن كيفية تثبيت وبونتو مع بتر اف اس ولحتى نخلي الموضوع ممتع ومشوق اكتر رح نعمل عملية التثبيت مع انكريبشن او تشفير لبارتشن النظام بارتشن الروت ورح نثبت بعد انتهاء عملية التثبيت التايم شيفت ورح نثبت الجرب داش بتر اف اس لحتى نكون قادرين انه نستعيد النظام مباشرة من قائمة جرب الخطوات رح نعملها على وبونتو 2210 الاصدار الاخير من وبونتو بس هاد الكلام والخطوات بالضبط تنطبع على الاصدارات الاقدم من وبونتو وصولا لل2004 ويمكن الاصدارات اللي قبلها بالنسبة للاصدار القادم 2304 اذا كان الانستولر هو هو ما تغير فرح تكون الخطوات متطابقة اما اذا صدر الانستولر الجديد فممكن انه نرجع ونعيد هذا الموضوع بعد صدور النسخة الجديدة فخلينا نروح لموقع وبونتو اللي هو وبونتو.com ورح نجي لقسم الداونلود ورح نروح مع الوبونتو ديسكتوب ونحمل الاصدار الاخير اللي هو الـ 2210 فهلا انا ما رح اضغط على هاد الزر لاني محمل النسخة already بعد ما تخلص من تحميل الاصورة ملف الايزو اذا كنت رح تعمل هاد الكلام رح تثبت النظام على هاردوير فعلي على كمبيوتر او على لابتوب فممكن اما انك تستخدم البالينا ايتشر ممكن انك تستخدم الفنتوي ممكن انك تستخدم الروفوس لحتى تكتب ملف الايزو على الفلاشة وتقلع منها بعد ما تقلع منها انا رح اعمل هاد الكلام بماكينة افتراضية بس الخطوات هي هي ما بتتغير ابدا الماكينة اللي عندي بس للتنويه هي انا مجهزها بحيث انها تكون UEFI فهلأ بعد ما اقلعت من ملف الايزو اول شي رح يطلع عندي هو قائمة اقرب قائمة اقرب منها رح روح للتراي اور انستول ابونتو طبعا خطوات التثبيت الخطوة الاولى والتانية هي خطوات تقليدية مجرد اختيار اللغة ولغة الكيبورد في حين انه الخطوة الاهم بكل عملية التثبيت هي البرتشنينج او اختيار شو هي الهيكلية او البنية اللي رح نسبت النظام فيها اللي رح تطلب شوية خطوات اضافية اما باقي خطوات التثبيت فكنا حكينا عنها باكتر من فيديو فهلأ بهاي الشاشة انا بس لحتى اغير دقة الشاشة او الريزوليوشن ما رح اضغط على الانستول رح اضغط على التراي ابونتو ضبت دقة الشاشة ومنرجع طيب هلأ هاي الدقة مناسبة اكتر خلينا اول شي نضغط على انستول ابونتو اما من سطح المكتب او من البانيل اللي موجودة على يسر الشاشة مثل ما حكيت الخطوة الاولى بسيطة جدا هي اختيار اللغة والخطوة التانية هي اختيار لغة الكيبورد فهي الخطوات ما فيها اي تعقيد الآن بالنسبة لهاي الخطوة بأكد اذا كنت عمالك تعمل هاد الكلام على هاردوير فعلي انك تحدد خيار انستول ثيرد بارتي سوفتوير فور جرافيكس لانه هاد الكلام اكيد رح يساعدك بانك تثبت تعريفات كرت الشاشة كرت الواي فاي وكودكس المالتي ميديا لحتى يكون في عندك تجربة متكاملة وما تواجه اي مشاكل انا باعتبار انه بماكينة افتراضية فما رح حدد هاد الخيار لحتى نسرع عملية التثبيت فقط لا غير رح نقل له continue هلا هاي الخطوة الاهم بكامل عملية التثبيت ألا وهي تحديد هيكلية او شو هي الpartition اللي بدي اعملها هلا خيار الarrays اذا ضليت عليه هاد رح يثبتلي النظام مع الاي اكس تي فور واذا رحت مع الادفانس شايف انه بس في عندي امكانية اني استخدم الزي اف اس ما في عندي البتر اف اس فلا هاد السبب رح نروح مع الsomething else ورح نقل له continue هلا باعتبار انه هاد الhard او هاد الديسك هو ديسك فاضي ما في عليه اي داتا فما طلع عندي اي partitions اذا طلعت اي partitions عندك اذا كنت عمالك تعمل هاد الكلام على hardware فعلي فبتقوم بحزفها بعد بتحدد الpartition اللي بديك يا بتضغط على اشارة الناس هلا انا باعتبار انه الhard فاضي او الديسك فاضي اول شي رح قل له new partition table رح نقل له continue متل ما اللي شايف انشألي free space رح اضغط على زر زائد انا بهاي الخطوة بدي يقوم بانشاء 3 partitions ليش 3 لانه متل ما حكيت في عندي الماكينة الاحتراضية هي UEFI وباعتبار انه بدي اعمل encryption للsystem partition فرح يلزمني partition ثالث لحتى احط عليه الboot files لو ما كنت عمالي اعمل encryption فهاد الpartition الخاص بالboot ما فيه الو داعي ولو كنت عمالي اعمل التثبيت على legacy bios فما بيكون في عندي ضرورة الا اني انشأ partition واحد بس متل ما حكيت بسبب ال encryption والUEFI رح اعمل ثلاثة partitions الpartition الاول اللي رح حط عليه ال EFI رح اعمله بحجم 600 ميجا اللي يعتبر اكتر من كافي بس زيادة احسن من النقصان رح اجي لuse as ورح اختار من القائمة ال EFI system partition ورح نقل له اوكي رح ارجع وحدد ال free space مرة تانية ورح نضغط على اشيارة الزائد رح اعمل partition البوت بحجم واحد جيجا يعتبر اكتر من كافي ورح نيجي ل use as متل ما حكينا نحن عملنا نعمل betterfs فرح قل له use as betterfs journaling file system وبالنسبة للمount point رح حطه على slash boot رح نقل له اوكي ضل عندي اني انشئ ال partition التالت اللي متل ما حكيت بديه يكون مشفر فرح نضغط على ال free space اللي ضل عندي ورح نقل له زائد رح نجي بالنسبة للحجم ناخد الحجم المتبقي وبالنسبة لل use as من القائمة رح اختار ال physical volume for encryption هلأ لازم اني حط كلمة سر او مفتاح امان لهاد ال partition فرح نحط كلمة سر تكون قوية ورح نرجع انعيدها ورح نقل له اوكي هلأ هاي الخطوة بس انشأت لي الحجم او ال volume لسه ما انشأت ال partition او ما انشأت ال file system اللي بدي استخدمه مع هاد ال volume هلأ رح نستنى ليخلص من انشاء ال volume بعد ما انتهى متل ما اللي شايف انه صار في عندي volume جديد موجود على slash div slash mapper slash vda3 underscore crypt متل ما اللي شايف انه ال file system اللي حطو له هاد ال partition او هاد ال volume اللي هو ext4 انا ما بدي هاد الكلام انا متل ما حكيت بدي اعمله مع better fs فرح ايجي وقل له change رح ايجي لا ال use as ونقل له better fs وبالنسبة للمount point رح نحطها على ال slash اللي هي ال root بهذا الشكل بيكون ال partitioning scheme صار جاهز عندي هلا بعد ما اضغط على install now رح يعطيني confirmation بالاشياء اللي رح يعملها اللي رح يعملها متل ما شايف بالنسبة لل partition الاول رح يحطه ك ESP اللي هو EFI وبالنسبة لل partition التالت اللي هو المشفر بالنسبة لل partition التاني الموجود عليه البوت ما رح يشوفه لانه انا بس محتاجه لعملية الاقلاع فقط لا غير فرح نقل له continue هلا بعد هاي الخطوة ما ضل عندي غير اني حدد المنطقة الزمنية دخل بيانات المستخدم ونبتدي عملية التثبيت فهلا بالنسبة للمنطقة الزمنية هو اختارها بشكل صحيح باتبار انه انا متصل بالانترنت فرح نقل له continue وهلا رح دخل بياناتي الشخصية طيب وبهذا الشكل بتكون عملية التنصيب انتهت ما ضل عندي غير اني اضغط على restart now رح يطلب مني اني شيل الفلاشة واعمل اعادة واضغط على زر enter فانا بالماكينة الافتراضية رح لوف force off وبعدها رح ارجعي تشغيلها هلا رح نشوف اذا كان الانكريبشن اشتغل ولا لا فبالبداية طلعت عندي قائمة grab رح نضغط على ubuntu متل ما اللي شايف انه الانكريبشن شغال بشكل صح فرح اعطي security key اللي حطيتها طلعت عندي شاشة تسجيل الدخول كالعادي فكمان خليني مشي هاي الخطوات بسرعة وبزبط دقة الشاشة ومنرجع طيب هلا هيك صار الوضع اصبط خلينا اول شي نفتح التيرمينال ونعمل تحديث للنظام ونثبت الادوات اللي بدياها فهلا بالتيرمينال رح نقل له sudo apt update and and sudo apt upgrade dash y لحتى ما يطلب مني اي confirmation رح نقل له and and sudo apt هاي رسالة ما رح نقبلها لانه انا عمالي اعمل الupdate من التيرمينال فهلا رح نقل له and and sudo apt install time shift متل ما حكيت وكمان dash y and and sudo apt install هاي الباكيش اللي رح سبتها بالنهاية ما بعرف بليش مالها مسبتة بشكل اه اوتوماتيكي مع نسخة وبونتو هاي اللي بدياها بس الميك رح احتاجها بعد شوي فرح سبتها مباشرة فهلا رح اعمل update و upgrade وسبت الادوات اللي بدياها ومنرجع بعد ما تنتهي عملية التثبيت او عملية التحديس طيب بعد ما انتهى من التحديس وتثبيت الحزم اللي بدياها خلينا نطلع من التيرمينال لان ما عد بدنا ياها بهذا الفيديو وخلينا نجي لقائمة الابليكيشنز ونفتح ال time shift طبعا رح يطلب مني authentication وهلا الاعداد الاولي متل ما اللي شايف انه محدد بشكل اوتوماتيكي ال better fs فرح نقل له next بالنسبة لل partition فهو مختار ال partition الصح اللي عامل له encryption فرح نقل له next بالنسبة لعدد مرات ال backup اللي بدو يعملها ما رح غير ال default فرح نقل له next وما رح اعمل include ال at home بال backup ورح نقل له finish خلينا نقوم بانشاء اول snap shot او اول backup ومتل ما انا شايفين باعتبار انه better fs فتمت العملية بشكل لحظي لحتى انثبت ال grab dash better fs اما كنت عامل فيديو عنها اكيد رح اتركه بسندوق الوصف الرابط رح يكون بسندوق الوصف بس رح نرجع ونثبته هون على ubuntu فرح نفتح الفايرفوكس وباعتبار انه نسخة snap فهو اكيد بطيء بالمرة الاولى رح نجي لخانة البحث ونقل له github ورح نقل له grab dash better fs بالنسبة لللينك او الرابط البدية اللي هو الرابط الاول اللي هو antinia او antini او ما بارف ايا كانت الكلمة اللي هو include better fs snapshots at boot options رح نروح معها رح نجي لايمين الشاشة لقسم releases ورح نروح مع الاصدار الاخير اللي هو بتاريخ تسجيل هاد الفيديو اربعة اطمعاش رح نجي لقسم ال assets ورح نزل اما الملف المضغوط zip او الملف المضغوط tar اي واحد منه رح يشتغل انا رح نزل الزيب وخلينا نفتح المجلد وخلينا نضغط بالزر اليمين ونقل له extract خلينا ندخل لا الا المجلد وخلينا نضغط بالزر اليمين بالمجلد اللي انا موجود فيه ورح قل له open in terminal رح اكتب امر واحد فقط لغير اللي هو sudo make install وهلا هيك منكون خلصنا من هاي الخطوة طيب هلا نحن عملنا عملنا ال backup او عملنا ال snap shot وسبتنا ال grab dash better fs بس قبل ما نعمل اعادة تشغيل للنظام لازم اني حدث اعدادات ال grab او grab configuration هاي الخطوة ممكن انك تحلها اذا هلا بنرجع بعد ما نعمل اعادة تشغيل نشوف بالصفحة الخاصة بال grab dash better fs كيفية الحل ما رح نعملها بس ممكن انك تعملها تعتبر نقطة سلبية انه كل مرة تعمل نسخة احتياطية لازم انك تعيد انشاء configuration اللي grab فرح نقل له بحالة ubuntu او debian الامر رح يكون موحد اللي هو sudo update dash grab رح نكتب هاد الامر وهلا متل ما لي شايف انه هو عمله يعمل ال configuration لانه في عندي snap shot موجودة فخلينا نعمل اعادة تشغيل للنظام لنشوف اذا كان رح يطلع عندي بال grab ولا لا فهلا عملنا اعمل اعادة تشغيل ورح تطلع عندي قائمة grab فبقائمة grab متل ما لشايف انه طلع في عندي خيار جديد اللي هو ubuntu dash ubuntu snap shots اذا دخلت عليه رح شوف ال snap shot او ال backup اللي عملتها باستخدام time shift هلا رح ارجع بزر escape ورح اقلع بالاقلع اللي عادي ولسا ال encryption شغال عندي ما تغير اي شي طيب خلينا نرجع لل github الخاص بال grab dash better fs لنشوف شو هي الخطوة اللي انا ما رح اعملها بس رح نشوف وين موجودة اذا كنت بدك تعمل عملية تحديث configuration grab بشكل اوتوماتيكي فهلا انا رجعت لنفس الصفحة اللي كنت فيها او لنفس المستودع اللي كنت فيه فلو اجينا لقسم ال installation رح نتجاوزه لانه عملناها لو اجينا لقسم ال usage كمان ما رح ندخل فيه لو اجينا لقسم ال configuration او ال customization رح شوف انه في عندي على ال systemd انا داخل بهذا القسم لانه اذا بدك تعملها على open rc كمان العملية ممكنة في حال كنت عمالك تستخدم gentle لنقول فهلا لو اجينا ال automatically update grab upon snap shot لو اجينا لل systemd رح شوف انه في عندي هدول options او هدول comments اللي لازم اني اعملها بس عمال ويقلي اذا كانت ال snap shot مالها موجودة بمسار slash dot snap shots اللي هو حالة time shift التايم shift ما بيحط النسخ بهذا المسار بيحطها بمسار مختلف فاذا ما كانت موجودة بهذا المسار فلازم اني عدل بالنسبة حالة التايم shift فهي لازم اني عدل المسار او شي بدخل هاد الامر وبعدين بيجي للسطر اللي هو exact start ورح عدله من ال slash dot snap shots ل dash dash time shift dash auto بس متل ما حكيت انه عملية تحديث configuration اللي grab ما رح يعملها بشكل اوتوماتيكي لانه مكتوبة بشكل صريح بالصفحة او بالمستودع انه هاي الخطوة او هاي الميزة بالوقت الحالي غير مفعالة او يعني ما تمت عملية اضافتها للconfiguration في عندي هاك ممكن اني اعملها اذا رحنا لهاد الكومنت رح نشوف شو الخطوات اللي ممكن انك تعملها اذا كنت بدك هاي الخطوة فهلا اذا ما بدك تعمل عملية ال update لل grab بشكل يدوي تمشي مع هاي الخطوات انا بهاد الفيديو ما رح اعملها يارب يكون الفيديو عجبكن بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله اشتركوا في القناة